السائلة نورة واو من الرياض في سؤال لها تسأل عن حكم تأخير راتبة الظهر القبلية إلى ما بعد الانتهاء من الفرض خشية فوات الوقت الصلاة القبلية تصلى قبل الظهر راتبة القبلية وإذا خشيت فوات الوقت بمعنى أنه سيدخل الوقت الثانية التي بعد الظهر صلاة العصر إذا خشيت من دخول وقت العصر بينها تبادر بالفريضة أما إذا كان الوقت متسعا إنها تصلي الراتبة أولا ثم تصلي الظهر ثم تصلي الراتبة التي بعدها لأن صلاة الظهر لها راتبتان راتبة قبلها وراتبة بعدها فمع التساع الوقت تأتي من راتبتين القبلية والبعدية ومع ضيط الوقت تقتصر على الفريضة لأن لا يخرج الوقت نعم